وحول مستجدات تصعيد الضفة الغربية اليوم تنضم إلينا مراسلتنا أسيل سليمان أرحبك أسيل مساء الخير ما هو الجديد لديك؟ نعم رفاه أبرز ما يمكن الحديث عنه اليوم إلى جانب 25 حالة اعتقال نفذت منذ الليلة الماضية وحتى صباح هذا اليوم بينهم فتاة وأسرى سابقين تم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال في فترات متعاقبة هو عمليات الهدم التي امتدت في أنحاء الضفة الغربية اليوم في وادي الجوز في مدينة القدس كان هناك عملية هدم لمنشآة تجارية بحجة البناء في منطقة سي أو جيم المصنفة حسب اتفاقية أسرى الموقعة بين سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية طبعا هذه المنطقة تتخذ منها قوات الاحتلال ذريعة لهدم جميع المنشآت أو المنازل التي تبنى فيها مع العلم أنه أصلا لا تعطي قوات الاحتلال ترخيص للبناء في هكذا مناطق تصعب ذلك كثيرا حتى لو كان الفلسطينيون يمتلكون الأراضي بالفعل وهذا هو حال معظم عمليات البناء والهدم التي تتم في مناطق سي إذن من مدينة القدس إلى مدينة أريحة وقرية الديوك التحت تحديدا شمال غرب مدينة أريحة قامت قوات الاحتلال بهدم عدة مساكن موجودة في هذه القرية التي هي عبارة عن طبيعة معيشة تشابه معيشة التجمعات البدوية معيشة بسيطة بيوت لربما من أصفيح أو بيوت متنقلة وقامت قوات الاحتلال بهدم عدد من المنشآت فيها وكذلك الأمر هدم أسوار في ذات القرية بحجة البناء دون ترخيص كذلك الأمر وفي قرية كفر الديك غرب مدينة سلفيت أيضا قامت قوات الاحتلال بهدم منزل قيد الإنشاء بحجة البناء دون ترخيص طبعا قوات الاحتلال بالكاد تصدر أوامر ترخيص أو تعطي أذونا بالترخيص وهذا أمر شبه مستحيل تقريبا لذلك يقوم الفلسطينيون بالبناء على أراضيهم على أي حال لتقوم قوات الاحتلال بهدم هذه المساكن والمنازل والمنشآت سواء كانت مأهولة أو قيد الإنشاء أو هي عبارة عن منشآت تجارية أيلول الماضي وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مدينة القدس وضواحيها وقراها قامت قوات الاحتلال بهدم 22 أو 22 منشآة بحجج مختلفة إما البناء دون ترخيص أو البناء في مناطق جيم أو حتى أحيانا لا تقدم ذرائع ولا تقدم أوراقا ولا حتى تخطر أصحاب هذه المنشآت والأراضي أو المنازل يعني بأنه ستكون هناك عملية هدم طبعا بالإضافة لهدم منازل منفذي العمليات وهذا أمر مختلف تتبعه قوات الاحتلال كوسيلة لعقاب الفلسطيني ولربما يعني يعني عقابه على هذه العمليات الفدائية التي يقتل فيها مستوطنون تحديدا نعم شكرا جزيلا لك مراسلتنا أسيل سليمان حدثتنا من رام الله شكرا أسيل